هناك سؤال متى وكيف تحولت مدينة الكدس إلى مدينة مكدسة في الإسلام هناك كما يعلم الجميع سورة الإسلام والإراج ولكن الحكائق لا تتمشى مع هذه الأسطورة المسجد الأكسى الذي يقول الكثير بأنه في الكدس كيف وصل إلى الكدس؟ هذا السؤال من الناحية العلمية علينا أن نحلل المصادر الإسلامية في هذه النقطة المصادر تجمع بأن المسجد الأكسى موجود في الكدس ولكن هذه المصادر أختولكت في نقطة مؤخرة من التاريخ النقطة الأولى ربما الحقيقية في هذا السياك وارد في كتاب المغازي للإمام الواكدي اسمه المحمد بن عمر بن واكد المتوفي سنة 207 للهجرة وما جاء في كتابه كتاب المغازي في الجزء الثالث سفحة 958-959 وأن أقرأ حرفيا وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة الجعرانة كرية بين مكة والطائف إذن انتهى إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي الكعدة فأكام بالجعرانة ثلاثة عشرة فلما أراد الانصراف إلى المدينة خرج من الجعرانة ليلة الأربعاء لإثنتين عشرة بقية من ذي الكعدة ليلا فأحرم من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوى القسوى وكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالجعرانة فأما هذا المسجد الأدنى فبناه رجل من كريش واتخذ ذلك الحائط عنده ولم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي إلا محرما وهذا ما يكتب الواكد في كتابه كتاب المغازي بمعنى أن كان هناك مسجداني كربة كرية جعرانة الواكعة بين التائف ومكة المقرمة والمسجد الأقرب للجعرانة كان يسمى بالمسجد الأدنى والمسجد الأبعد من الجعرانة كان يكن بالمسجد الأقصى أيام الساد النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان المسجد الأقصى عند نشوب ثورة عبدالله بن الزباير عام 682 بحث الخليفة يزيد بن معاوية عن مكان بديل للحج لأن عبدالله بن الزباير قطع ضروب الحج إلى مكة المكرمة ويتاخذ القدس كمدينة مكدسة لتحويل الحج إليها وآن ذاك بمعنى خمسين عام بعد وفاة الساد النبي عليه الصلاة والسلام نُكِل بمعنى المسجد الأقصى من الجعرانة إلى القدس من فكرة المسجد الأقصى لأنه لم يكن هناك من ذكر بأن المسجد الأقصى موجود جنب الجعرانة وعندها أختولكت الأحاديث التي تؤلح وتكثر وتكبر من مكان المسجد الأقصى في القدس بغاية إقناع الناس بتحويل الحج من مكة المكرمة إلى القدس هذه هي الحقيقة حسب تحليل للمصدر الواكدي هناك روايات أخرى بأن المسجد الأقصى هو في المدينة أو في السماء كما قال الغزالي ولكن أعتقد أن هذا مبني على مصدر إسلامي من الفترة الكديمة للإسلام صوت إسرائي الميراج تتكلم عن الإسرائي المسجد الأقصى في الجعرانة ولكن بعد نشوب ثوات عبدالي بن الزباير نكل المسجد الأقصى إلى القدس وهكذا أصبحت المدينة المكدسة لليهود وللنصارى أيضا مكدسة للإسلام شكرا